تميز اليوم الثالث من الحملة الانتخابية الممهدة لإقتراع الثالث عشر من مايو في ولاية الواكشوطة العربية بالحيوية والنشاط في جو طبعه التنافس الإيجابي بين مختلف الفرقاء السياسيين وتتنافس على مستوى الولاية 62 لعيحة بلدية و24 لعيحة على مستوى النيابيات و21 على مستوى جهة الواكشوطة هكذا تبدو أبرز الشوارع الرئيسة ومرتقاية الطرق في ولاية الواكشوطة الغربية عشية ثالث أيام الحملة الانتخابية البلدية والجهوية والنيابية الممهدة لإقتراع الثالث عشر مايو القادم على الميدان مكبرات الصوت تصدح بالإناشد المميزة لحملة هذا المرشح أو ذاك وصور مكبرة للمرشحين في الدوائر الانتخابية وشعارات الأحزاب المتنفسة إضافة إلى لقاءات مباشرة ومهرجانات خطابية لشرف البرامج الانتخابية بغية استغطاب الناخبين لاحظة أنا حملة ما شاء الله تصير في ظروف تهديئة سياسية طلعوا للمجالس البلدية والنيابية وتشريعية عود مدى فعلا تعبر عن تطلعات المواطنين فهم ورها كاملة انتخابات مفصلية وانتخابات مهمة جدا ولا شك على أن الجو العام اللي يطبعها جو تنافسي بشكل شريف بشكل نظيف والناخب هو الذي يحكم ضميره أجواء الحملة الانتخابية في ولاية الواشوط الغربية لا تستطيعون استغطبوا الكبار فقط بل لأجيال المستقبل حضور وتبرم فيها واهتمام بما يجري داخلها من تبادن للآراء وحديث عما سيقدمه المرشحون لضمان مستقبل البلاد الأمن والسكنة والاحترام المتبادل بين مختلف المترشحين وعصارهم هو أهم ملامح الجو العام للحملة الاتخابية في ولاية المواشوط الغربية سهرات نيلية ومهرجانات ولقاءات مباشرة بالناخبين هي أهم الملاهر ضمن الحملة الانتخابية النيابية والبلدية والجهوية بولاية المواشوط الغربية ومن ولاية المواشوط الغربية للتلفازة المريطانية عبدو اللحنين السالم